كان مقرراً أن يستقبل بيت الوسط اجتماعاً لنواب وفعاليات الشمال لمتابعة تنفيذ إعلان طرابلوس وكان ابن المدينة الوزير السابق محمد شطح من بين المدعوين إلى الاجتماع أما المجرم فكان يتربص لاستياض أي واحد منهم نصف عدد المشاركين كان قد وصل إلى بيت الوسط وأولهم الرئيس فؤاد السنيورة عندما هزهم صوت الانفجار فبادروا إلى الاتصال بمن منهم لم يكن قد وصل بعد النائب بطرس حرب كان لا يزال في منزله عندما اتصل به النائب عطوان زهرة مطمئناً وكذلك النائب هادي حبيش أما النائبان ستريدة جعجع وإيلي كيروز فقد كانا اعتذرا عن عدم الحضور وحده محمد شطح لم يتمكن من الوصول في بيت الوسط وماء انتشر الخبر حتى تحول سريعاً الاجتماع المصغر إلى موسع حضر زملائه ورفاقه وغاب عنهم رفاقه الأمس من الحزب الاشتراكي سفراء تركيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا حضروا أيضاً وحده الفرنسي تحدث محذراً من أن لبنان بخطر داعياً جميع اللبنانيين إلى الوحدة والالتفاف حول المؤسسات الشرعية كل من حضر إلى بيت الوسط وجه أصابع الاتهام إلى النظام السوري ومعه حزب الله وفي البيان الرسمي الذي طالب بتحويل جريمة اغتيال الشهيد إلى المحكمة الخاصة بلبنان أشار الرئيس السنيورة إلى مجرم قال إنه معروف ويؤشرون إليه القاتل هو نفسه الذي يوغل في الدم السوري واللبناني القاتل هو نفسه من بيروت إلى ترابلس إلى صيدة إلى كل لبنان القاتل هو نفسه هو وحلفائه اللبنانيون من درعا إلى حلب إلى دمشق إلى كل سوريا لقد وصلت الرسالة المكتوبة بالدماء وجوابنا لبنان الحرية والكرامة والعيش المشترك لبنان هذا باق والتغاط إلى زوال وبعد أن أعلن السنيورة إبقاء الاجتماعات مفتوحة للتوافق على الخطوات اللاحقة ظهرت 14 أذار في هذا المشهد صورة جامعة تواجه بها آلة القتل التي تستهدفها